الي هو حكينا نسأل عن احد معارفنا احد معارفنا هون الارتكل ان لانه بدأت الاخوينتن احد المعارف بالفول ان نفس الكونفرزيشن نفس اللي اخذناها بالبيوبيلز بوك لكن عندي كونفرزيشن تانية عفوا شخص تانية بموضوع تاني ولكن بنفس الطريقة انه بنسأل عن حد وشو بيعملوا كيف طريقة الديالوج اوري الكونفرزيشن الحوار اوردر تا كونفرزيشن مسأنا رح اعطيكم اياهم الاختصار للوقت علي وعليك من شان انت تعرف بس الترتيب ومنهم انا رح اسورهم هدولي وابعتهم على المنصة فانا حليت لاختصار حليت لسنز وان انتو اختصار لوقتك منشان تنقل الاجابات تفهم الجواب وتنقلو بشكل صحيح شان ما نضيع وقت لالاك اوردر تا كونفرزيشن اه نمبر وان هاف يو ران انتو اور اول دي فريند سالما لاتلي واحدة بتسأل صحبتها سالما بتقولها امرك يعني هل ذهبتي الى صديقة قديمة لنا اسمها سالما لاتلي لصديقتنا تنتين هما صديقات سوري مش هي سالما بيسألوا عن صحبتهم سالما اللي هي اول دي فريند الصديقة قديمة لالهم اه اوكي هاف يو ران انتو ران انتو ذهبتي الى اور اول دي فريند سالما لاتلي او تواصلتي معاها هل تواصلتي معاها اللي هي سالما قلتلها as a matter of fact as a matter of fact يعني على الحقيقة والموضوع الحقيقي I have I have as a matter of fact I have نعم I ran into here just the other day just the other day اليوم اللي قبل مبارح يعني other day اليوم اللي قبل او قبل يوم other day في القبل يوم 3 how is she كيف هي how is she كيف هي this is number 3 how is she number 4 لي بي fine جيدة بخير she's been to Egypt ذهبت الى مصر she said she visited the pyramids وقالت انها زارت الاهرامات fine بخير she's been to Egypt ذهبت الى ايجبت هون she's been to Egypt يعني ذهبت الى ايجبت لمصر this is number 4 number 5 did she يعني تمام that's wonderful that's wonderful اخذنا fantastic واخذنا that's great وهلا wonderful the same meaning كلهم يا مس that's wonderful yes isn't it عليس كذلك اجل هذا رائع عليس كذلك here 7 next time you see her في المرة القادمة التي ترينها فيها please remember me to her ذكريها في remember me to her يعني خب ذكريها في اوكي this is 7 8 اوكي i will حسنا سوف افعل i will يعني في المستقبل i will رح افعل فترتيبهم 18365472 زي ما قلتلكم رح بعتها هاي الصورة على المنصة تكون موجودة activity number 2 complete the conversation use the following information نكمل الconversation الحوار نستخدم هدول المعلومات you are salman and your partner is احمد انت سلمان وشريكك هو احمد احمد spoke to ماجد احمد تكلم الى ماجد you're all different صديقكم القديم ماجد was not too well ماجد لم يكن بخير كتير يعني ما كان كويس حالته he fell off his bike سقط من دراجته and broke his arm وكسره ذراعه this is awful awful it means bad سيّ this is awful bad او سيّ هذا شيء سيّ you want احمد to tell ماجد بدك من احمد انت انه يخبر ماجد that you are thinking of him انك انت بتفكّر كمان فيه وقلبك عليه اوكي سلمان واحمد عندي الديالوك سلمان have you seen ماجد لاتلي seen ماجد لاتلي هل رأيته ماجد مؤخرا احمد ازامت في الحقيقة ذهبت أو توصلت معه الأسبوع الماضي سلمان how was he لأنه الأسبوع الماضي how was he كيف حاله he broke احمد he broke his arm كسر يده he fell off his bike سقط عند الراجته fell لأنه بالماضي last week سلمان really that that is bad that is bad يعني awful that is bad ذلك سيء أحمد yes isn't it ليس كذلك نعم سيء سلمان next time المرة القادمة you see him remember me of him ذكره remember me of him ذكرني انا اشوفه أحمد I will سوف افعل سوف افعل تمام this is the end of lesson 1 here lesson 2 عندي على present perfect يامس present perfect هون عندي قائمة أفعال بدون نحفظهم عن غيب بس بهذا التمرين يامس اللي هو تقسيم اللي pronunciation اللفظ في أفعال بتنتهي بإيدي هدول الأفعال كلهم بنتهوا بإيدي أو بينضفلهم دي لحالها ولكن يامس هذي simple past أو past participle لكن يامس اللي pronunciation في كل واحد بيختلف مرة بلفظوا تي talked hopped laughed liked missed worked لاحظوا هدول الأفعال يامس بنقرأهم بصوتهم آخر شي تي وأفعال صوتهم دي وأفعال إد إد يعني آي دي إد ماشي خلينا هلأ نشوف شو المطلوب من الإكسرسايز يعني معظم الأفعال بالsimple past participle تصريف الثالث والثاني معظم الأفعال في اللغة الإنجليزية أغلبها بتنتهي بإيدي إد إيدي أو د أو د but this ending has three different pronunciations ثلاث إلهم ثلاث اختلفات في اللفظ تي as in walked 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 تي د in pulled 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 and إد in started تد الصوت اللفظ لاحظوا عم نحكي على الصوت بتنانسيها شن إد إد ت ت لاحظوا now sort out the verbs in the box بدنا نخزن الأفعال هدولا كل واحدة في البوكسات كل واحدة حسب بوكس into three groups في ثلاث مجموعات according to the pronunciation of the حسب لفظ of the إد أو اللي حالة أو ت د and إد اللي هي بهالطريقة هالي أوبن هلا إحنا أوبند عند الد أوبند خليني رجع نقرأهم هون طو 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 لاحظوا هبت 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 لاحظوا لاكت لاكت مست 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 واكت 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 لاحظوا ت إد دي هون أوبند أوبند كريد كريد أخر صوت دي بلايد 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 ريفيوز ريفيوز كليند كليند كلوز كلوز هون في عندي إد تريت هيت لاندد نيد مند تمام هدولا يا مستقسيم الأفعال طبعا هدا خلص هدا زيادة ما في فإنه في عندي هون أعتقد في فعل ما نضاف نيد كلوز 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 الكلوز هون واشت 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 يا مثل دابل يو اي واشت واشت غسلة هون بحطها بالقائم الأول عند تي هيا أنت بتضيفها هون ما في إلها مكان بس هي واشت هير هير بالقائم الأول عند تي أوكي عكيبتي نمبر تو رايت سوري وذ يور بارتنر مع شريكك مع صديقك مع زميلك أسك أن تنسيري كوستشينز تعمل أسئلة وتجاوب يوز دي جيفن وير تتو فور ميور كوستش وانسر تستخدم الأسئلة هاري حتى إنك تشكل الأسئلة والأجوبة example you ever be to Turkey تركي تركي له تركية have you ever been to Turkey have you ever been to Turkey عمرك رحت على تركية yes I visited Turkey twice زرتها مرتين yes I visited Turkey last year نعم زرتها للسنة الماضية no I've never been to Turkey أبدا ما رحت لتركيا هدول ممكن الإجابات تستخدمهم لكن خلينا هون نرتب ونجاوب وهينا أنا حالي حكيت لكم اختصار لا الوقت بس مشان كمان وأنا عم بشرح وأنت تقدر تنقل الإجابات أنت تقدر تنقل الإجابات مع أني مسورتهم وباعتهم بس علشان تحضر الفيديو يعمل number one you read any English poem poem share English يعني قصائر إنجليزية have you have you read have you read any English poem عمرك قرأت English poem طبعا هون read اللي هي تصريف الثالث ها بيقف الرد تصريف الثالث read 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 number تحت I have read five poems I have read five poems قرأت خمس قصائد so far ليس بالبعد يعني بعيد شوي يعني لم وقت no I haven't read any poem yet لا لم أقرأ أي قصائد إنجليزية لغاية الآن هاي دي number one تقدر تحط أكتر من جواب أوكي two مرة بي yes ومرة بي not جواب وهي yet هادي مع no you ever eat Russian caviar Russian caviar يعني الكافيار الروسي كافيار الروسي بتعرفوا إنه هو هذا من أغلى أنواع الطعام الكافيار الروسي له بيود البيض بيود السمك لا أسمعك الروسي have you ever eaten دائما have you ever eaten تصريف ثالث مع الhave you ever هنا بالأسئلة بالpresent perfect بالمضارع التام والتصريف ثالث have you ever eaten Russian caviar yes I have eaten it once أجل أكلته مرة واحدة once you ever speak to famous person يعني have you ever spoken have you ever عمرك spoken تكلمت أو تحدثت to a famous person مع شخص مشهور هذا ترتيب السؤال for you hear from علي recently have you heard هل سمعت من from علي recently شيء من علي حديثا no he has not written yet هو لم يكتب لغاية الآن ok هذا هو يامس الانسر for lessons one and two lessons one and two الحلو إنو الإجابات ضلوا ما راحوا زي كل مرة وهيك أنا مسابلكم إياهم وبعتهم إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله with lessons three and four from the activity book goodbye bye